بارك حاضراً وتجعلك دائماً في مقدمة صفوف الخير ولذلك هو فرصة لإدارة الذات وفرصة أيضاً لإدارة المجتمع من حولك فرصة للتواصل وبناء وترميم من هدم من علاقات بينك وبين الآخرين من أبناء عائنتك أو أبناء قريتك أو أبناء جنسك أو أبناء البشر جميعاً الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر اللوح sido schupe est労 하니까 جميعاً على الإنتاج ومشارعاة للغاية للخطاEnt للتاعتبفي مشروب أبنين بلغاء اللايس ام ام لا ولم رجل الله 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 والله لستستقبل فرحة العيد بعد طاعة أتمها علينا ربنا بالنعمة والمغفرة والردوان ولكن يعكر علينا فرحة العيد وصفوة يومه هذه التفجيرات التي تحدث هنا وهناك وتستهدف أبلاء البشر في أوروبا في أسيا في إفريقيا في العراق في سوريا في كل بلاد العالم الإسلامي وآخرها تلك الفجيعة التي قادت أن تفجعنا في أقدس مكان في الجاهلية والإسلام أقدس مكان الناس فيه يأمنون على أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم حتى في الجاهلية كان الإنسان يرى قاتل أخاه أو قاتل أباه ومع ذلك لا يتعرض له لكن الإرهاب المجنون لا يعرف شرفا ولا يعرف مقدسات يستهدف بيت الله الحرام ويستهدف زوارة ويستهدف عمارة وفي شهر رمضان لكن نحمد الله تعالى أن المؤامرة قد فشلت وحي الله العيون الساهرة وحفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء وشر ولعل هذه الحادثة تنفي عن الإسلام تهمة الشراسة والعدوان كما تنفي عن الوهابية ما يردده الصغار بعبث أو جهت بأنها هي مصدر الإلهام والتطرف لكل التطرف ولكل الإرهاب الموجود على الأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد God is great God is great God is great God is great and for him we are thankful Eid al-Fitor is an opportunity it's an opportunity for reviving our connection with our families and the Muslim community it's a day of joy celebration and love we are blessed in Australia to have the opportunity to express our happiness today المترجم للغاية شكرا لك هل هذا مدهيا كان مدهية وكانت أيضاً يمكننا أن نرى أن الإسلام إن إسلاماً وإنساناً في كل مدهة إسلام، كما نتعلم في بيهة، أدفت بأنه مدهية، أجل، ونقل من الإسلام وإنهي المدهة، وإنهي المستقبلين عليها ومحالة هذه المساعدة الله يمجح، الله يمجح، الله يمجح، ونه نعم هذا هو الإسلام كما أشار أخي دين يُعلمك كيف تكون إنسانا يُعلمك أن دم الإنسان أقدس عند الله من دم الكعبة وأن الإنسان بصرف النظر عن دينه وجنسه ولونه هو المستهدف من رسالات السماء نظر النبي يوما إلى الكعبة وقال ما أطيابك وأطيب ريحك وما أشد حرمتك على الله والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أقدس عند الله من حرمتك وفي كتاب ربنا قانون إنساني لحماية الدماء والأعراض وكتبنا عليهم فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اسلامي's religion for a abundance teaches us that our blood is sacred and no blood should be spoiled for the sake of anything it teaches us it favors peace over war and security over violence it causes the mind to contemplate and ascend and the heart of the튀 exec lawful and be at peace في الإسلام هناك جميلة من الوحيد من المساعدة من المساعدة من المساعدة من المساعدة فإنه يساعد كل الناس الله يكفي الله يكفي الله يكفي الله أكثر ولله الحم لكن هذا الدين العظيم يختطف فيقول الإرهاب كما تختطف الحضارة والديمقراطية وحقوق الإنسان فيكون التعصب والكراهية والإرهاب والتعصب والكراهية وجهان العملة واحدة تاريخ معلمنا أن الدين يختطف ويسيء إليه بعض أتباعه وأن الحمارة تختطف والمدنية والديمقراطية تختطف والديمقراطية تختطف وحقوق الإنسان تختطف فتكون الكراهية والعنصرية والتمييز بين الناس كلاهما خطير وكلاهما يجب أن نكافحه ويجب أن نقف يداً واحدة وأسرة واحدة في مواجهته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحن تشعر تروني ويجب أن نحن تحضر تلك المواجهة في تحضر تشعر ويجب أن نحن تحضر كل شيء لا تحضر لنحن نحن أجلد أن أتباع الناس محذر يحتاج إلى تطريقة ومدارة المتحول والحيال والحيال والحرن الله يشك الله يحط أيها الأخوة لا بد من رسالة إلى مجتمعين المسلمين في المهجر وخصوصاً في المسلمين نحن أمام تحديات الشركة ولا يمكن أن نحب توجودنا إلا بالتميز إلا بالتفوق إلا بالعلم إلا بالأضاء الحضاري المتميز فليكن كل منكم رسولاً وسفيراً لرسول الله محمد في المجتمع المهجر ليرى الناس فيه أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا التحدي الكبير الذي يواجهنا لا يمكن أن ننتصر عليه إلا أن نتخلق بأخلاق الإسلام أولاً وأن نحتفظ بهويتنا ولن أمن من تكرار هذا الكلام أن نحتفظ بهويتنا وأن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نتفوق علمياً وحضارياً يجب أن تكون خبيراً في تخصصك لا يجب أن تكون أبداً لا يجوز أن تكون أبداً في مؤخرة الصفوف لا يجوز وقد كان نبيك في أوائل الأنبياء وقد كان ربك يدعوك إلى معالي الأمور إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها وحتى في طلب الجنة الجنة درجات فاطلبوا المقدمة والقيادة والريادة وقولوا لها أهلاً ودعوا إنجازاتكم تتحدث عنها شكراً 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 I have a message to all the Muslims living in Australia I emphasize the importance of our community in understanding our current climate We need to know what our challenges are and how to overcome them And in order to do so we need to be united as a community and cling tightly to our religion as a way of life Every Muslim should live in Australia as an ambassador to our beloved Prophet Muhammad Peace and blessings be upon him in both his character and behavior This will ensure our Islamic principles of truthfulness, loyalty, excellence and modesty are reflected in our society We as a community should reject any unwarranted interference against the principles of our faith in particular from certain media outlets We must defend those who spread We must defend against those who spread hatred and threaten our peaceful coexistence We need to maintain our honor of our religion and be experts in our field And remember the Prophet Muhammad peace and blessings be upon him has always encouraged us to be the best in our field and even when we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us Jannah to grant us the highest levels of it الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إحسانتنا إلى شبابنا المسلم في المجتمع الإسراء أنتم لستم غرباء في هذا المجتمع أنتم أبداء هذا البلد وأنتم جزء من جزءه وشريحة من شرائحه ومكون أساسي في هذا البلد وقد قدم لكم هذا البلد عطاءًا وعلمًا وحمى آباءكم وسن قوانين تحميكم أيضًا في مجتمع المعطر فإياكم أن تكونوا معوناً للتطرف والعنف على هذا البلد لأن ذلك يتنافى مع مبادئ ديننا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا شباب المسلمين هذه بلدكم وهذا وطنكم فقدموا له وسهبوا في بنائه وحموه لتحتموا فيه وإياكم أن تشعروا يوماً ما بأنكم غرباء هذا البلد متعدد الثقافات متعدد الحضارات متعدد الأجناس وهذه ميزة تنفرد بها أستراليا عما عداها من كثير من الدول فليحافظ على هذه القيام ولنكن نمازج للشباب الحر المتدين الملتزم الذي يحمي دينه ويحمي وطنه ويحمي مجتمعه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر 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 خطوات ومع لغاري وليست تحرير تحرير وضع ويحوظ وثيفية ويدئه الأشخاص وزباه ويوهول أكبر التراريلا ويوهول 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 لا أستطيع ويوهول لا يوجد هناك فيهول ويوهول ويوهول ليشعر المترجم للقناة اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا فلنبني جسوراً للعلاقات وإياكم وإعلام الفتنة الذي يريد دائماً أن تغرس الفتن بين التعددية الثقافية وبين المجتمع وخصوصاً بين المسلمين وبين المجتمع نحن لا نحمل لكم إلا كل خير وديننا يحمل رسالة الله للعالمين ومن ثم نقول لكم اطمئن نحن وإياكم نركب مركباً واحداً لعلى الله من خرقه أو حاول إغراقه والنضرب جميعاً بيد من حديد على من يحاول إغراق المركب سواء كان من التطرف أو كان من العنصرية والكراهية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحن 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 نضيف اشتركنا و مننا. لن نمشون بطنجات و لا نمشون من الابت. من الأوقات لن نسمع التشجن المثال التشجن المثال برطباء العلويات والتحديد. خذورو الواقع الإسلام في مباشرة. ما هذه التشجن المثال كما نفعله هي أننا نعاون مطلقا في الانسانية ونحن نحو مدده من الانسان يجب أن نجد كل مناقش مجتمعنا كما نانسان. فأخذت أي من هذه المنطل قد نقطعنا كلنا بأسنين. We must all be wary of the pens that spread division And the voices that convoy hatred and racism Only seeking to create a war between you and Muslims We must all be aware of the world We must all be aware of the world والثقافات الأخرى والأديان الأخرى فعلوا ما يفعله التطرف وزيادة ونحن بالطبع ضد هؤلاء وضد أولئك ضد من فعلوا بالأديان الأخرى والحضارات الأخرى ضد من أسخلوها جراحا ضد من أراقوا فيها الدماء كذلك نحن ضد إراقة الدماء بالمنظور الإسلامي تجاه أي من خلق الله لأننا نؤمن أن الخلق جميعا عياد الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد The last message is to the whole entire world Islam and its followers have contributed over the centuries a lot to what we have today Islam and its followers have just mentioned one of the examples is presenting people like Socrates and Aristotle to the whole entire world Islam and its followers are against the spelling of any blood of any ancient people Islam and its followers over the years have been working together for the civilization of this earth and we should not ever be painted because of the few acts of the few people who are harming Islam and Muslims first and the entire people we should all stick together and fight all of those people regardless of who they are and where they are الله أكبر الله أكبر الله أكبر ندعو الله في هذا اليوم المبارك أن يعم السلام كل بلاد العالم وأن يفرج الله قروب المكروبين وأن يرد المهاجرين وقد بلغت إعدادهم ما يقرب من 65 مليون مهاجر نسوهم من الأطفال أن يردهم إلى بلادهم السابقين الغانمين وأن يحفظ وكمما أستراليا من كل شر الرسوف وأن يحفظكم وأن يبارك جمعكم وأن يغفر تفروقكم وكل عامكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته